نبدأ بك يا طاهر طبعا الحوار أولا قبل ما نبدأ بالأداب اسمحوا لي يقوم مشكلتنا أحيانا عندنا فهم قاصر في معنى الحوار أصلا أغلبنا يعرف أن الحوار هو الجدال في الأخذ والعطف في الكلام مع أنه الحوار أوسع بكثير قد يكون الحوار هو حوار لفظي قد يكون أحيانا حتى حركات الجسد تكون نوع من أنواع الحوار وحتى الأراء التي تطرحها والأفكار التي تطرحها لا يشترض أن تكون حوار باللسان الأداب طبعا كثيرة كثيرة جدا الشباب يشاركون فيها ولكن أنا أعتقد أن أهم أدب من أداب الحوار أن تتقبل فكرة الآخر بخض النظر هي صحيحة أو خاطئة أنا أتقبل الفكرة منها وأناقش في الفكرة وليس في الذات في شخصة هو هذا أعتقد أنه أساس أي حوار ممكن يكون ناجح إذا أفتقد لهذه الخصلة مستحيل أنه يتقدم الحوار بشكل إيجابي بشكل إيجابي بشكل إيجابي بشكل إيجابي أبو أنت أبو ماذا يا فايز؟ أنا بشكل إيجابي بشكل إيجابي